بحضور جماهيري ورسمي افتتحاء العرض الأول بحمص لفيلم مورد أخراج أحمد إبراهيم أحمد وسيناريو سامر محمد إسماعيل عن قصة من يقرع الجرس للأديب محمود عبدالواحد على مسرح دار الثقافة بالمدينة يشكر جمهور حمص على هذا التهافت الكبير هذا يدل على وعي ثقافي موجود بها المحافظة هاي الكريمة الحقيقة غمروني بلطفهم بمحبتهم وبشكر حضور الجميع وحضور الصحافة لتوازب هذا الحدث يفتح فيلم مورد هذا الشيء بيخليني يحملني مسؤولية من شو المشروع القادم أنا دوري كتير صغير بالفيلم مثل ما قلت لك هو ديف شرف بيحكي عن أهل ضيعة عن موجودين بيمروا عليهم ثلاث مراحل يا بتطور يا ما بتطور الإنسان طبعا بتمر ثلاث مراحل وحقها بزمنية وحمود الأعرج ما بتطور مورد مشاركة سينمائية بعد طول انقطاع عن السينما يمكن نتيجة ظروفي الخاصة الفنية والظروف العامة تجربة بيعتبرها مجددة شوي مختلفة شوي بحكم شراكتي مع المخرج أصلا بداية وكاست العمل بشكل عام منتمنى هي التجربة تكون عم تضيف ضمن الموزايك الجديد بالسينما شي جديد يعني للسينما السورية اللي عم تحاول اليوم تلامس أو تشوف تلاقي الطريقة ضمن هذا الواقع خلال فترة الأزمة كلها نعم نشاهد الأفلام السينمائية المميزة وهلأ الفيلم ما ورد عطانا لون جديد كان شوي أبعد من السينما اللي شفناها بالفترات الماضية اللي هي الأفلام اللي تحكي عن الحرب والدمار هلأ شوي رجعنا لظاهرة الحب وظاهرة الورد والربيع والجمال يعيدنا الفيلم إلى أجواء الخمسينات من القرن الماضي وصولا إلى أيامنا عبر قصة نوارة الفتاة التي تعمل في تقطير زيت عطر الوردة الشامية حيث يقع ثلاثة رجال في غرامها متناولا تاريخ سوريا بعد الاستقلال عبر ثلاث مراحل زمانية هذا الفيلم أنا بعتبره علامي فارقة في السينما السوري حكى عن ثلاث مراحل مرة سوريا هاي هي الورد الجمال الطبيعة الجميلة الأمن والأمان رسوينا وإخراجا وحتى المناظر كانت جميلة بتعبر عن برلتنا الجميل فيلم ما ورد ناقش واقع تاريخ سوريا فيلم عبر عن واقع سوري يجسده بامتياز رجعنا لخمسينيات القرن الماضي هذا الفيلم الطبيعة فيه كافية أنه ترجعنا لها المناخ الجميل ولا تتميز طبيعة سوريا أن العطر الدمشق هو دائما الكنز اللي يزين تاريخ الحضارة الفيلم نال عجاب كثير من الجمهور كثير وماشاء الله المدرجات عبياني على الآخر وفوق استطاعتها بالنهاية الفيلم كان كثير حلو وجميل كما تم التركيز في الفيلم على الصراعات الفكرية التي عاشها السوريون في خمسينات القرن الماضي وتأثيراتها الممتدة حتى يومنا الحالي مع ظهور تنظيم داعش الإرهابية